مرشحة رئاسية واحدة من بين 16 مرشحا للرئاسة السودانية في الانتخابات المقبلة الدكتورة فاطمة عبد المحمود المرشحة عن حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي تنظر لمشاركة المرأة السودانية في العملية الانتخابية بأنها فاعلة وقادرة على تحمل المسؤولية السياسية والتنفيذية هنا الدور التنفيذي أي متمكنات فالتمكين الذي نتحدث عنه الآن بدأناه نحن منذ السبعينات ولذلك مكننا المرأة من أن تأخذ المواقع تأخذ المناصب المختلفة في الجهاز التنفيذي والجهاز السياسي والجهاز التشريعي وكان لها دور ومسؤولية كبيرة وواصلت هذا الدور حتى يومنا هذا في عام 2008 أقرى البرلمان السوداني قانونا منح المرأة نسبة 30% من مقاعد البرلمان تأتي من خلال الدوائر النسبية فيما تشارك كثيرات في الوزارات والمجالس التشريعية في المركز والولايات نسبة تشجع الكثيرات منهن على المشاركة بجدية في كافة مراحل العملية الانتخابية أنا أتمنى من ذلك أن الناس كلها تخرج اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث على التوالي حتى تكون انتخابات واضحة ونزيهة 2010 كانت نسبة المرأة 60% نحن ندارينا هالمرأة السندي 90% الانتخابات سراع تحسيمه النساء ففعلا المرأة في ولاية خرطوم وبالتحديث في محلية جبلوليا فلها الضلع الكبير في إدارة العملية الانتخابية فالمرأة هي التي قامت بالعملية التصغيفية لكيفية الانتخاب لأخوات الأخريات بالمنزل في عام 2010 بلغت نسبة مشاركة المرأة في تصويت أكثر من 60% ما يدفع الأحزاب للتركيز على أصوات النساء الانتخابات صراع تحسيمه النساء هو الشعار المرفوع للمرأة في السودان بعد قبولها كنائبة في البرلمان وترى كثيرات أن مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار ربما تمكنها من المساهمة في إيقاف الحرب ومكافحة العنف طارق التجاني سكاي نيوز عربية الخرطوم